أيها الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن سار على ناجه واقتفى أثرا وبعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله تعالى في سورة الأنعام وأن هذا صراطه مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون طبعا قبل ما أدخل في الآية دي في ناس بيدعجبوا يقول لك شوف ده جاء الجامعة بقول قال تعالى ما أصله قال تعالى ده أعظم قائل في الدنيا والآخرة ناس عندها وهم شايفين نفسه الراغين الواحد لبس له قميص جزو مكوي والجزو مكرفس لابس له بانطلون واحد كراع طويلة والتانية كصيرة ولابس له جزمة ورنشة قبل إسبوع المهم جاي خاشي وعامل فيه الواحد ظريف وقل لك البلد شغل البلد ده نحن ما دارينه شغل البلد شنو شغل الدين والله قال والرسول عليه الصلاة والسلام قال كلامنا ما منفع مانا نحن ناس راغين ودارين قعدوا زي الطير والدبرك وبدع شوشة سواء قاعد جانبيت أها يا فلانا كيف اتي تمام أنا تمام المحاضرة بدت والتفاضي للمحاضرة واللفاضي تقاعد تخلط لمن خلطوك بعدين ودوك جهنم بغادي الموضوع ده يا ناس خطير لأنه من يتكلم قال تعالى لأن الله جل وعلا قال الله نزل أحسن الحديث وشوف الكلام ده شيوع بخشلجه وقلبه نصران يهودي شفت الله قال ده لأنه الله المالك القلوب وانت ما تنخذع كداعية برضو ما تنخذع تقول دار توري الناس ما نفاهم الحاصل وكذي أعظم كلام يتكلم به الداعي إلى الله تعالى هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ذي نقطة النقطة التانية نحن جينا في المنبر ده زي ما ذكر الإخوة ماذا يريد أنك تبغى معنا ولا ذا أن جرك لحزب ولا طائفة ولا جماعة نحن جايين نبين أمرين الأمر الأول نبين دين الإسلام ودين الله الحق الأمر الثاني نحذر الناس من الطوافة المنحرفة والكلام ده ما معناه إنك نجي نقول لك أسمع التلابس نظيف أقلع ألبس مرقع المرقع دين نحن ذاته جايناهم بعشوية ألبس مرقع أشلك بريك زي لوري الهوستن رافعه وماشي وكرعيك ملانات خرايط تقول ما أعمل بتاع كيميا شغال ماشي وجاي ونحن ما جايينك تبقى وصخان ولا جايينك نقول لك ما تأكل أكل سمح وكل قرض لما تنقرض لا ولا جايينك نقول لك اللعب حرام وما تلعب وما تتمرن يا أخي نحن ناس بنتمرن ومنلعب وناكل باسطة من البن أنت ما فهم ما الحاصل ناكل الباسطة ونجر نشوت الكورة مترين ومن الحق قبل ما تصل إي ذاته شغال دي ما ده في حدود الشريعة فهي تأفهم النقطة دي نحن ما جايينك تبقى زول متخلف جايينك بس تفهم دين الله آي وتطبق الدين ده وبعد داك تبتعد من الطواف المنحرفة وما تبقى معانا نحن أبقى تابع للرسول عليه الصلاة والسلام في زول أحسن منه ماف والكلام ده ما يزول بقدر يجاوبه في ناس عندهم هواس لافين بيجاي قاعدوا يكوركوا يصفقوا عشرين ولا خمسة وعشرين ولد وراهم تلاتة بنات لافات كلهم تمانية وعشرين لافين مشوا بيغادي وجوه أنا مشاهد بيغادي لقيت الناس ملمومة هناك بنات أولاك زي الجندي جمحال بتاع رصيد بيغادي لقيت بيجاي دي قاعدين اتنين اتنين بيجنبا بيغادي في بنات متبرجات بيجاي كذي ماف ناصح في الجامعة دي عشان كاي الولد بيجي في النهاية عنده شيء من التدين وعنده شيء من الاحترام لما نمرك من الجامعة بيمرك ملوز وفهم الدين فهم خاطئ قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ده طريق الله وطريق الله باختصار شفت قائم على أصلين بعد الأصلين ديل تطبيقين تاني أركب عربية آخر موديل ما مشكلة أنجح تعالى أول زول في الجامعة تعالى البروفي تعالى الجامعة كويس جدا أمش اتمرن ألعب كورة بسروال وبعدين أزن الأزان خلي الكورة وما تسيب في يدين وما تشتغل فيها بقروش وما تتقدم فالع قدام اتمرن بس جري دمك وأبقى مارك ألعب دار تدق بوشم دار تطريط كويس دار تربس نظيف ألبس نظيف دار تطقم القميص مع البنطلون كويس جدا في زول سألك دار تورنش الشبشب وارنشه ما في زول سألك أخليك زول تمام مع الناس وعايش حياتك وزول فاهم وإدعلم وإيش لكن الدين قائم على أصلين الأصل الأول أن لا يُعبد إلا الله والقضية دي قال الله تعالى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أن يُعْبُدُوا يُعْبَدْ بِيشُفُوا التوحيد عدم موضوع وبعضهم يشوف التوحيد بفرِّق الناس وهذا الأمر التوحيد نزل من السماء قال الله تعالى عن القرآن وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينِ نَزَلَ بِهِ الْرُوحُ الْأَمِينِ على قلبك لتكون من المنذرين تنزر بشنو تنزر عن الشرك وتدعو الناس إلى عبادة الله وحده ولا شريك له في طوافة الليلة ده أعظم منكر شغال في البلد وذلك ما بتكلمهم فيه في طوافة من الطوافة الختمية ده يتكلم لك عن الحزب الدموقراطي قبل شوية الختمية ده عندهم كتاب النور البراق بيقول فيه المصنف صفحة مية خمسة وعشرين أنا الجليس على العرش المحيطي كما أحط بالغيب تفصيلاً وإجمالا الغيب صفة من صفات الله قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون ده مش حق من حقوق الله الختمية مش شالو البلد ديلة البيجاي ما لما بدافع لها الله يدافع عن اللقيمات حقة الناس لك اللقيمات كانت عشر بجنيه السبق الثلاثة بجنيه نقصت يعني تأسي مشكلتك وهاي جو صفقة عشان سبع القيمات أكل اللي أخديم معه بسبوسة لشوف له موضوع تاني هيقول لك السكر زاد قاعد تشرب شاي ولا ما قاعد تشرب قاعد يشرب بمليح ولا بسكر بسكر كم ملعقة والله يقول لك يا أخي كان زمان أربع ملاعق هسي بقاني اتنين أخير لك ذاته عشان ما يجيك سكر يتمالك ما تزبط مزاجك من غير ما يجيك شي موضوع كله في حق البشر لك حقنا مولانا ونحن كطلاب طيب حق الله اللي بدافع عنه منه انت ما تدافع عنه حق الله سبحانه وتعالى عشان يدفع عنك عذاب يوم القيامة ويدخلك الجنة الناس زيل الختمية تكلموا أيضا في كتاب فيوض البحور المتلاطمة قال صفحة مية وتزعة لهمية وحداشر مية وتزعة قال في شيخ اسمه عبد الله العيدروس قال ذا من كراماته أنه دخل اليمن فقال يا سماء أمطري لبن فإني في عدن أمطري لبن يا سماء أمطري لبن فإني في عدن قال فأمطرت لبنا كر جابت لبن الكلام ذا الموضوع دا في زول بدافع عن الله في النازل الطواف اللاف فدي شان ما يغشك زي موضوع زول بتكلم ساعتين ما بجيب آية من كتاب الله وإن جابه بفهمه غلط ويمكن يقرأه غلط دا فائدة وشنو انت تستفيد منه دار تتعلم آي دا طالب زيك مش خش الغاعة أسمع من دكتور دا دار تستفيد منه شنو غير يمرقك برا ويدوك بسطونتين في ناس بيجيبون بيدفار وانا ما ديك آيات وحديث في ناس الجماعة ديلا مش أمرق برا بيكتموها فيك ديلا بيشبعون شبعانين عيون الحمر بيجوا عندهم بساطين نحن من رجعك بلاي الحديث أرجع يا زول تعال خد جوا ما بخش إلا نخرج تخرج أمرق تمرق بيدوك بسطونتين بتجي سلف رجالة رجالة تجد يا زول تعالى أبقى مع الحق دا بيدوك عكاز تصبر تحتسب الأجر عند الله لكن قضية كلها فارغة ودار حب البنات ولا من بيجاي وكذي دا قال قال للسماء يا سماء أمطري لبن أن إني في عدن فأمطرت أو أنا في عدن فأمطرت لبن والله تعالى قال أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون أنت الله قال لك أنت نزلت المطر دا خلي مطر مو يا خلي لبن أنت اللي بتنزل ولا بنزل الله بنزل الله سبحانه وتعالى وهو الذي ينزل الغيثة من بعد ما قنطه وينشر رحمته وهو الولي الحميد لو جاء نصراني ساي ولا كافر جاء يناغش نازع عن المسلمين عن الإسلام يناغش مسلمين تلقى الواحد جاهل ما يقدر يدافع عن الله جيب الطلاب دي لسه إلا من رحم الله قاعدوا يقول لي دينا عشرة آيات تتكلم عن الله تعالى مافو أنا ما عارف الشيوع اللي بيقول الله مافو ولا العلمان اللي بيقول الحكم دا نحن عندنا فيه راي دا الجنة دا جا من الخرطوم ولا جا من الجزيرة ولا جا من وين جبه يا تدرب مش حيه بانك تجي من الخرطوم خرطوم كويس مالو فيه الخير وفيه الشر جزيرة ناس طيبين فيه الخير وفيه الشر لكننا قصد من الكلام دا جبه يا تدرب ما جبه الجبال دي الجبال دي مو الجبه دي جات صدفة ولا فكها في ظهر بتاع الودو والجبال دي جات كيف أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت خليه نرفعه فوق نرميه من فوق الدردق المسكه لينين ولا واحد يمسكه صدفة ولا الطبيعة صدفة الله فيه ولا ما فيه آه الله ما فيه إنت شنو لا نتابع لينين ليه الله ما فيه ما شوفناه لينين إنت لاقاك به جاي لاقاك جنب البحر الأحمر لا لا والله سمعنا به طيب نحن الله سمعنا به خليه الحجة جتان سمعنا به بعدين الله لأدل على وجوده كثير جدا إنت دليل على وجوده خليه حاجة تانية وفي أنفسكم أفلا تبصرون لكن اللينين دا دليل على وجوده شنو دليل شنو أس بشر ولك جا صدفة في صدفة يا ناس بتشتغل تزع شهور تزع شهور في البطن ويمرقوها وتاني مما يمرقو طفل ما فهم أي شي جيب أعظم شيوعي وليس فيهم عظيم قل لا أغنع الطفل دا يأكل ما يقدر لكن الله سبحانه وتعالى يوري الطفل من أمه لا بيمسك أصبعاء لا بيمسك أضانة ارضع في محل معينة دا العلم منه دي ما حقوله كلها صدفة وتقوم تحبب أربعة وتاني تقوم تمشي بعد شوية تجر بعد شوية تجي الجامعة تطلع طيارة فوق الله حافظك في السماء دا كله هوس بتا ناس ما عارفين شي لا فين ساي أنا نغشت واحد قال لي أغني أنا بس إنه الله فيه قلت له فنيل تكدي بس فنيل تكدي بس دليل على وجود الله تعالى قال لي كيف قلت له اللي قتلك قضعة في الواطس تقول لي أخي القضعة دي ممكن قامت كذي ولا جات صدفة لكن القضعة فنيل تكدي كونه تمرق منها يدين ومخية وفيه جيب وفيه زرائر معقولة الفنيل دي جات صدفة ولا في مصنع صنعة قال لي في مصنع قلت له انت شفت مصنع الفنايل لا ما أشفته لكن بتثبت إنه في مصنع طيب اتبع إضنك دي إضنك دي ما مفروض يكون انتحت تسمع الضفادي على التحتك دي ليه خطون فوق ده ما صنع الله سبحانه وتعالى فلذلك النازل عنده انهوس ولا يدافعون عن الله جل في علاء الختمية في نفس الكتاب ده فيوض البحور المتلاطمة قال أنا عرشها والكرسي أنا للسماء بانيها لولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها قال أنا إما خجلان إما مستحي من الله النار دي ذاتة كان طفيتة النار بيقلبي بطفيها داك البليدة التانية كله النار بتاع البرهانية شتعرف الطرق دي كلها منحرفة ونحن أجيناك طريقنا دا ما معقد ما إنت مستغرب من شنو ديقين آي الرسول كان عنده ديقين صلى الله عليه وسلم بس نحن ذهلنا تابعه بس خليها آية وحديث وإي شيء إتاسي واحد تلقاه شغالي توطح بالشجرة وبوشم وحديد ما لك إتاه تقلت في منه ولك جونسينة أي واي عاجبك جونسينة آي واحد تانية القلافي في شارع ميدان كله ضريصة ماك الله خدرة بايتة ولا بس ليش انكارات جاري ولا بس ليه مركوب جاري في الشارع ما لك إتاه ولد ولك ميسي ميسي عاجبني ميسي دار أقلد طيب نحن عاجبنا الرسول دا أنا قلد يقولت ما لك زعلان دا أنا قلد بس كده خلي الدين أي شيء إتا زعلان ليه أنا دار أعرف انت زعلان ليه هذي المخلوقات الغريبة الجو داخلين وانت ما غريب الولد دا ساولة بوك جابت اعت شعر فوق واني عنا تحت اتا المشط فوق واني عنا تحت في شنو يعني انت الغريب أنا غريب انت غريب ذاتك بس شعرك دا ما في وجر لأكين شغلتنا دي في أجر والله يا هاي بزاتو الآن سأنا في سوسو بتقدر تشاغلني تقدر والله ما تقدر لك دا بدقني أخذي 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 بعيد ما يكون داعش يفجرنا أنا ما تابع لدي داعش هاولد أنا ضد داعش لكن دا هيب الله دانا لا في النهاية ولا ما عندنا شي لكن دا بجمال شي البت ممكن تعثر لذاته ترميه وما انتهي ما كله يعني في ناس عندهم هوس لكن في النهاية عرف النقطة دي فدقال أنا عرشها والكرسي أنا للسماء بانيها لو لا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها قال بأطفيها النار دا بتاع الختمية دا بي جاي عشان أنا نورك الطرق دي ونحن ندعو إلى التوحيد ديل ما بدافع عن الله كلهم حقنا وين حقك وين حق الله وين عندنا دافع عن الله الله بيقدر يجيب لنا حقنا تاني في شنو والله بيقدر اهدي ديل تاني ما لك زعلان طيب دا كتاب اسمه كتاب الطبقات في خصوص الأولياء والصالحين والعلماء والشعراء في السودان تأليف قال للفقير العالي للفقيه العالم محمد ضيف الله ابن محمد الجعل الفضلي الاخري دا اخر طبعة دي سنة الفين واثناشر قبل اربعة سنوات قال صفحة مية سبعة وتزعين مية تمانية وتزعين في الكتاب دا ذاته دار وريك الناس اللي بيلحبوا بيعقول الناس تايد قول نحن أخدرنا عطي العقلك دار أنك تكون زول فاهم صلي يا أخو وعبد الله كلها صلاح عشر دقائق وخليك زول موحد حقيتك في الله الناز هي لك فوربون ناز ما عندهم شغل ديل بتكلم مية سنة عسي بيقول حكام الترابة بتكلم كم سنة في النهاية ما خلش في الدين في غالب الدين الرسول يتكلم في حديث الزبابة خالفه وما خالفه ساي يعترض ذاته وعلق على الكلام قالنا كلام الكافر الطبيب بتابع أكتر من كلام ذا بعد شوية علامات الساعة لما فيه كلها والجماعة شفات الوراء وناس أبو بكر عبد الرازق والجماعة ديل كله وننبأ أصبر شوية كل الجماعة ديل بنجعيهم لك لكن عارف إنه الأصل الأعظم أولا أن توحد الله تعطر تنادي الله ما تنادي الشيخ ديل بقدس الشيوخ سبعة مية سبعة وتزعين مية تمانية وتزعين قال من الشيوخ موسى بن يعقوب ابن يعقوب الفضيل الوثيقي أما وأبا ونعناعين لنا دا لونه أبيض داك لونه أخدر دا لونه فاتح كلنا واحد ما فيش والله كلنا مرتبتنا واحد لا يرفع بعضنا بعضا إلا العلم ما فيش تاني واحد كلنا ما فيزول أفضل من التاني دا قال لك شنو قال الوثيقي أما وأبا طيب إلى آخرين بقى أنا دا أوريك أنه ما عندنا عنصرية ولا بلبن طيب قال ذكر كلام كثير قال ووقعت له كرامات وخوارق عادات للشيخ منها علمه بمنطقة طير الشيخ بتكلم مع شنو مع الطير طير زي الطير دا دا قبل ما ذكر لك القصة فيها طير بها شعر فيها طير طيب قال منها علمه بمنطقة طير بعد شوية من أديك فرص عشان في حاجات كذي لازم تزول منها في ناس ما فينا نحن بنلزمك نلزمك بمنها جتة تنتهج براك ما تجينا نحن ما شاء اللي تبقى معنا ما يا كلامنا دا حق جزاك الله خير يا باطل خش عشان إنت تصدع بالحق اللي عندك لو كان عندك حق ولا نحن عليه باطل تورينا الباطل اللي نحن فيه والله ما بعدين من أديك فرصة تخش إن شاء الله بعدين طوالا طيب قال ذات يوم هو جالس الشيخ جالس والمشاط يمشط رأسه قابلته طيرة بكوة البيت بيكتب بذاري في طيرة جات في الكوة بتاعت البيت طيب فسكسكت فسكسكت فسكسك هو لها الطيرة سكسكت الشيخ بمشي طلبه يجعله ما قاله سكسك للطيرة دا أنا بقعد معا تاني أنا جيت للشيخ جيت أتعلم منه الدين الطيرة جات سكسكت قاعد يسكسك لها سكسك يسكسكت لها وسكسك لها دا تاني أنا ما بتخارج لكن الصوفي عقل عطلان نحن ما ما عطل لك عقلك أقول لك أفلا تعقلون كما قال تعالى قال فقال فطارت طارت بعد سكسكت وسكسك لها ثم جاءت طيرة أخرى جاءت أحد تاني داخل فلما قابلته سكسكت فسكسك لها دي برضو سكسكت ومشنو سكسك لها برضو ناسي يلبي سكسكوا للطيرة يعني لا سكسكنا للطير لا للبنات خايفين زاته والله يمرقنا من هنا قبل ما تيصاق طيب قال فقال له المشاط سألتك بالله الذي لا إله إلا هو الطيرة إن قالت لك وأنت إن قلت لها قال يا شيخ سألتك بالله الذي لا إله إلا هو الطيرة دي إتقلت لا شنو هي قالت لك شنو شوف الصوفي مصدق إنه بتكلم مع الطيرة شيخ قال امرأة مع زوجها وفقت بينهما الطيرة اللولة بدعشوشة والطيرة التانية والدبرك قال مش شكلين يكون مشتر إلى الفطور الطيرة قال وفقت بينهما صالح بدعشوشة وشنو والدبرك دين إحنا بنقول لك الناس دين مناجهم خريب في النهاية داري وصلك لمسألة إنه الشيخ ده عظيم والشيخ لحد ما قال صفحة مية وستاشر قبلية قال قال الشيخ إدريس طب درجات الأولياء على ثلاثة أقسام كبرى ووسطى وصغرى نجر ساهم الرأس قال قال فالصغرى أن يطيروا في الهواء الشيخ يطير بطير الشيخ يعني خطوة هنا وخطوة في مكة وبعدين يعني ما بيركب مواصلة ما بيحتاج لمواصلات تعمل عقف معاه فر يطير البلد دي كلها شيوخ غالبيتها شيوخ بزيف ساي والكذب والزيف والضلال وين شفت لك شيخ طاير أنت بالنهار شفته بالليل حصل شفته حصل يوم التنايم جنب السرير بتاعك وقع مركوب شيخ على أنت فوق اللي قيت وطاير ما في أخذ كله هوس بلعبوا بالناس قال ويمشوا على وجه الماء وينطقوا بالمغيبات شيخ بتكلم بأمور الغيب قال تعالى وما كان الله ليطلعكم على الغيب الغيب ده حق الله عشان كذين نسوان بعضين واحد تلقى تجر للشيخ أبوي الشيخ أنا الدهب بتاعي راح شوفوا لي وين يا زول ده ما عنده أي شيء ده ما بيعلم غيب قال الله تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك ما في غيب ده لله وحده طيب قال والوسطى أن يعطيه الله الدرجة الكونية إذا قال للشيء كن فيكون الشيخ يقول للشيء كن فيكون زي ذلك بتاعنا أولاد الكباشي جابهم في النيل الأزرق واحد قال من الكرامات بتاع تبين الشيخ إنه الله يدي الدهو كن فيكون يقول للشيء كن فيكون باقي لكن في شيخ من الجماعة دهل بيقول للشيء كن فيكون نحن بنكون قاعدين ما بكرهونا لك وهابية جوه نحن ما وهابية الجماعة اللي بيقولوا الله واحد جوه تعين الفتنة إنت الله كم عندك دهل عرف نون دهل بولده ساي بيقولوا الله مافو ما عندهون أي موضوع وكفار جملة وتفصيلا زول بيقول الله مافو ده تقول له مسلم كيف الله مافو عديل كان وانا استغرب واحد يقول له ها الفتة هاي صبتة صبتة شطة صريفة شطة يدخلها لك في عيونك ده بقول الله مافو تاكل معه شطة ادا اسأله قل له شطة تقدي فيها ملح ولا ما فيها ملح قال لك يا اخ فيها ملح أنا ما شايفه ما في ملح وريني الملح ده وينه لا نحن ما الملح ده الملح تبه الملح ده تمرقو في إنه الله في ذاته والله طيب قال وهذا مقام دفع الله أولادي قال دفع الله أولاد بقول الشيء كن فيكون والكبرى هي درجة القطبانية ده قطب قال وقال الشيخ بالا الشيب اسمه بلل ده باقي لك بكيف ده بالي طوالي قال وقال الشيخ بلل الشيب ولد الطالب قال شنو ولد الطالب ده قال اسم ابوه دفع الله هو اسم الله الأعظم في ناس برضو بولد يجو ناس يبعى شوية يقول لك أسلوبكم ما ظريف ده أسلوبه ظريف ده أقول اسم أبوه دفع الله هو اسم الله الأعظم هو اسم الله الأعظم قال وكان إذا كتب حجابا كتب فيه جميعه دفع الله الحجاب اللي يكذبه حجبات كلها باطلة ابن مسعود قال الحجاب له من القرآن حرام قال وشرك لأن القرآن نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام وما ليبسوا حجاب ده لسي قطعوا حجبات وخدتوا في العربات يقول لك القرآن ده بيحفظها العربية خادتي في الهائس عشان تعرف الهوس في الهائس خادتي القرآن قدام في القزاس ومشغل فرفور ما مشكلة طيب دي ما مشكلة برا يا ما مشكلة كيف الآن خادتي القرآن ومشغل فرفور به جمع كل شرك بدع وضلالات وفسوق في نفس الوقت طيب قال بيكتب في الحجاب كله شنو في الحجاب جميعي دفع الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد وفي السلسلة الصحيحة من رواية عقب بن عامر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال من علق تميمة فقد أشرك تميمة نكرة في سياق الشرط من علق تميمة فقد أشرك نكرة في سياق الشرط تفيد العموم أي تميمة مسموها تميمة لأنهم كانوا يعتقدون أن بها يتم دفع العين الطفل اللي يبسوه كمون يلبسوه كذي هعرف العقائج دي تمشي البلد توريون الحاصل مش تقعد بيجاي فطومة وما فطومة وصفقة هالصفقة دي آخر الرسول قال إنما التصفيقه للنساء ما عرف النازل حاصل عليهم واحد يصفق وكرين بيجنبه ولبانة تقطق بيغادي وده بيجاي ولابس لك كيف ولابس ضيق يا ولد وقاعد تونس مع البيت الحاصل شنو زاوة النازل زي ما قال واحد قال الخلط الكتير ده قال خمسة وعشرين في المية من الصفات بتتناقل بيناتهم تلقى البيت بتد بني هادي خمسة براء من الخمسة وعشرين والله تلقى لابس بانطلون دي خمسة تاني عدة تلاتة تلقى البيت زاتة تلقى البيت تقول لك أطقك هادي خمسة براء ده غير باقي الحاجات التانية ممكن تدفرك ترميك عليكونا بحافة الطريق دي سيبتزحك ده بتمرقك برا لسطوب ذاته والله الولد ذاته بشي لصفات ما يقعد كتير تاني اتا ذاتك راجل بتونس معك تلقيك الوجه يده كيف وشغلته كيف تقول بالطريق ده أشحن أدي شاحن طوال ده راخي خطين يا ولد الحاسد شنو موضوع طويل فلذلك الأصل الأول الله يعبد إلا الله شفت الكون ده حق الله سماء أرض كله تحت قدام بالجنب كله حق الله قال تعالى قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضر قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه الجنة يلدوا في المستشفى دوت منه دوت فلان ألا أدل منه الله والتاني دوت منه دوت فلان ألا أدل منه أدل الشيخ هذا في الكتاب شيخ اسمه عووضة قال بيدوا الجنة عنده عن قريب بيركت فيه النسوان والرجال سوا بقرأ ليك أسدي وده أهم موضوع أهم لك من البلاوة التانية كلها ده أهم موضوع انت تسمع والله ونحن إما شئنا الجمحال في الكرة الأرضية تكلم في الموضوع ده وده بخد جوه القلب شفت موش بتشوفه فارق بخد شليك لأنه ده ده الدفاع عن الله سبحانه وتعالى ودعوة إلى الله جل في علاه واحد اسمه عووضة أقال عووضة صاحب القصة قال عووضة ده يحيرك في حرف العين أفتحوا قصة ده عووضة طيب قال عووضة ده جات مرأ المرأ ده من القواعد القواعد من النساء القواعد من النساء ده الباقي لك تاني مش كبرة خلاص ده تاني إلا الله يديه جنة بس الله قادر لكن ده أيوه حرف العين قال بيحكي عن عووضة ده بيه فطيرة بس جابوا له فطيرة وده جاجات ده جنة طوالي أنا ما عارفه دين جابوا له من دي كامل صفحة مية أربعة وستين مية أربعة وستين لقيت الصفحة قال عووضة ابن عمر شكال القارح ده شكال بشكله لك مرة واحد قال ذكر كرامة قال وأخبرني الفقيح حجازي صفت الشيخ إدريس قال أخبرني الفقيح إسماعيل بن مصطفى قال كان في ضنقلة رجل غني وعنده امرأة عاقر صارت من القواعد المرأة عاقر وصارت شنو من القواعد يعني إيه عاقر وكبرت طيب قال فإذا جاءها شهر الحيض جاء شهر الحيض قال تلطخ ثوبها بدم دجاجة ما بيجي شهر الحيض هي ما عندها شي بتقوم بتطبح لاذا جاجة وشنو تلطخ بدم ساي بس بتواسي في نفسها يعني طيب قالت لزوجها توجه بنا للشيخ عووضة يعطينا نسلا نسلا يعني شنو يعني جنة فالبرع قال كباشي كم أدى ولد في كل بلد كم حل عقد كباشي يربط ويحل في كل محل كباشي المتوكل لي أمر يكل كباشي من غير مس والتفل كم أدى طفل كباشي انت بتصدق كلام زيدا قال تعالى نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن شنو الخالقون انتها الموضوع طيب المرة قات له ودين للشيخ عووضة الدين نصر ها ستين مرة قات لك ودين للعراجل الدين جنة دي بتخليها تاني دي بتديها تلاتة طلقات ابتداءا سريع سريع كده وراء بعض كرر وتلصق لا تاني عشرين بيكونن في الهوى ساي طبعا وراء تاني برضو تدي يا مرة أنا راجل قاعد معاك وتعبان وماشي وجاي انت تقول لي وديني لها فلان الديني جنة هذا كلام كلام كعب طيب قال وعندها قدح ملأته ما بيكتب بالدار قال ملأته فطير فطير قمح وحماما ودجاجا القدح ملأته شنو فطير بتاع قمح نقول لك بتاع انقرض شوف القرض قال وحماما ودجاجا شارت لي الحمام والدجاج يالي اتنين قال وحملته خادمها فلما وصلت اليه او وحملته خادمها فلما وصلت اليه كلمته كلمت الشيخ فقال لها ادخلا وارقدا فوق عنقريبي عنده عنقريبي تقول شاحم بتاع موبايل قال اتي والراجل ارقده في العنقريب هناك مش اتي والراجل رقده في العنقريب وعاقر وكبير من القواعد طيب قال ويأكل في فطير القمح والدجاج والحمام هو بقى يأكل وهن شنو في العنقريب عنقريب شانو نلتنا كيف أنا ما بعد طيب فأنكر عليه بقلبه رجل حاضر المجلس في زول قاعد السائل بقلبه أنكر بس في القلب ده في زول جنبك بعرفه والليل الله سبحانه وتعالى طيب قال فقال الحضري أكال الرغيف يتعدى على حدود الله جوه في قلبه أو يتكلم بعد ذلك قال أكال الرغيف شوف عوضة ده يأكل في الرغيف ويتعدى على حدود الله قل لهم خدشوا قديتكم بيت ذاته عشان تمسك البيت يا ناس ده كلامنا في واحد هنا اسمه خليل أنا عشان في فرص في ناس لازم يخشوا كذي في واحد اسمه خليل الرومي ده الموضوع ده مهم جدا لازم توحد الله وتعرف أنه نازل عليه ضلال من يتكلم في الصوفية ما بننكر عليهم أنه يحفظوا القرآن ده ما انكارنا عليهم انكارنا عليهم البدع الشغالين فيها تل 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 يعسسين أسام رب القوم لطاهتها أسى رجال ميمي ويدخل لك الكي الكي واحد هنا ما بعرف كتاب الفيوضات الربانية كان قاعد غلط كان ما قاعد بجيبه لك من راسي زي وانا حافظه بالصفحة ده برضو جايب لك سهسهوب وطهطهوب ولهوب وكهكهوب كلها بلاو هنا في نفس الكتاب ده وينو زي الرياض جايب لك راعي المنخ والساعة اثنين وما بعرف كلام كتير طيب خليل الرومي ده كمان ده عجيب مرة واحدة ده ده بشرب لها حاجة خطيرة جدا أسيا بذكر لك صفحة مية واثناشرة نعم نتكلم في المواضيع ده ده شالوا حق الله يا زول شنو شالوا حقنا ونحن البلد ده ده نقليبة دار تقليبة يعني راسة دارتها والدوان تحد وخلي قرعها فوق هي قرعها ستحت وراسة فوق يعني دار تقليبة نحن نمش كيف يعني تقليبة شنو يا ولد تقليبة بس اسي بكوراك وصفقة خذوا اللي بصفق ده بقليبة اتا والله انا ما تقليبني والله تايينة ما تقليبة خليش اغال صفقة وقال ده انه قليبة انت قال ديل حارسين اولاد بتاعين كرامات شاهلين في ناس شاهلين عندهم مدافع ودبا ومش اقليبة بعد تقليبة جيبنا لنا نتحدث لك وبكشف اكسي بعد تقليبة بنشوف الحاصل طيب قال صفحة مية واثناشر ده شيخ اسمه خليل ابن الرومي ما تكشف ديلة طيب قال اصله دونقلاوي جابري ما عندنا مشكلة مع دونقلاوي اخونا داسي في واحد كلهم نازل كلنا واحد سودانين كلنا كان من هنا ولا من هنا كله السودان ده كلهم في النهاية اهل في السودان يعني قال قدم الصعيد وتعبد في سركم سركم قال سركم ده جبل بالصعيد مشهور بجهات سنار طيب عنده كرامات قال وظهرت له كرامات وخوارق عادات ذكر كلام كثير قال وظهرت له كرامات وخوارق عادات منها شوف الكرامة بتاعت الشيخ ده قال منها انه جاءه رجل وقال له شردت لي خادم منذ عام عندي خادم شردت لا سنة يفروض افتح بلاغ وفتش المرضي مشت وين قال لي سوى شنو فاسأل الله ان يردها لي الرجل قال لي اسأل الله يرد لي شنو الخادم بتاعتي ده لا 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 فقال له الشيخ هليل الرومي قال للرجل الراحت له والخادم فقال له جيب برمة مريسة مكتوبة كذي او عكتزعل جاء قال جيب برمة مريسة البرمة بتعريفة برمة دي بتشربها بتجي في العقبة بتبرمة بغادي منها والله تقع من فوق بتكون طاشي شابه ما فاهم برمة كاملة تشربها برمة دين عبرمة بتتمها برمة عديل تشربة تاعت مريسة ما عارفوا ده شيخ أنا ولا مشخ شيخ ساي قال جيب برمة مريسة وبصلتين وديكا خاصيا بصلتين ده عرفنا كان حمر ولا الله بيضاك ديكا خاصيا ده القوان ده تبقى صوفي تصدق ايش والله ديك خاصي فار قاطع نص سحلية متبرجة عتود ضارب خدراء كله صدق والله ما تبقى صوفي ما عندك عقل ديليا هنا ما عنده هنا عقل وزي ما ذكر ليه قبل أخونا يوسري العلمانية دي جات لأنه في ناس خاششين في الدين غلط وديلك فاهمين إنه ده الدين الدين ده يا زول شغل نجيد إذا صح التعبير والله دين ده آية حديث حق نظيف عدل في أي شيء شيء نظيف بخليك زول تمام محترم إن الله جميل يحبه شنو الجمال ده ما دين ولا ما دين يا أيها الرسل كله من الطيبات ده دين ولا ما دين ده دين ده دين يعملون له ما يشاء من محاربة وتماثيل وجفان كالجبال كالجواب وقدور الراسيات ده لقيت في المصعف ولا ما لقيته لقيت العمران ده ما موجود موجود في كتاب الله الطب موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى اقتصاد موجود في كتاب الله وقال الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودع للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت فانتشروا في الأرض يبتغوا من فضل الله قال لك مش تاجر تقال الدين حجر عليك همشي دعلم ما مشكلة هبقى مهندس كويس جدا هبقى دكتور ما مشكلة هيدعلم أي شيء هيدعلم السباحة ما قال له كذين هل بس تمام أي شيء دين ده هزول هو ده دين نجيد دين تمام دين مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة طيب قال فصف المريشة كتبت آني بشين قال فصف المريشة وشريبها هو وضاناقلته الذين معه الشيخ شرب المريشة أو المريشة هو الضاناقل المعه طيب قال ثم جاء الرجل وقال له أين خادمي قال خلاص شريبت المريشة آي تمام والبصلتين جياتين تقول لارك بالضفار آي تمام وديك الخصي برضو جياته آي دمعه ولا منجط زي جياته نغايته آي تاني كيف والله تاني آي طيب آه بعده وين الخادم بتاعتي آي قال له فقال له شيل الشجر يعني همش في جهة الشجر وقل لي أني جيت ثلاث مرات ماشا قال جهة الشجر فذهب وقالها فجاءت الخادم شايلة قربة ماء وحبالها شايلة قربة الماء ومعه الحبال أو وحبالها على وجهها قربة الماء الحبال بتاعته شنو على الوجه دا الغادم الراحد جاب بمريسة وديكين خصيين وبصلتين بس رايحة سنة كاملة جاب كيف لقطة بياتونت بكيف جاب بس بيديل دا هوس كثير يا ناس فدى الأصل الأول ألا يعبد إلا الله الأصل الثاني ألا يتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا الوحيد وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى وده تابعوا خلينا نحن تابع الرسول بس صلى الله عليه وسلم حفوا الشوارب واعفوا اللحى أعفيا طوالي فما كان أسفل من الكعبين من العزار فهو في النار قصر طوالي لا يطعن في راسها حدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل لا ما الصفح عن نزوان تابع النبي عليه الصلاة والسلام في العبادة سبح استغفر زي ما بسبح أقرأ قرآن زي ما بقرأ صلي زي ما بصلي دا الدين باختصار ألا تعبد إلا الله وأن لا تعبد الله إلا بما شرع على أهدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم باقي الطواف ده عشان أنا أفتح لك فرصة للحوار والنغاش كلها باطلة لا نقال أن هذا صراطي مستقيما فاتبعه ورّيناك له ولا تتبعوا السبل كونه يقول لك ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك موصاكم به لعلكم تتقول ختمية علي ضلال من السبل المنحرفة تجانية علي ضلال قادرية علي ضلال نقشبندية علي ضلال طريقة العجلاتية علي ضلال في طريقة نسبة للشيخ العجلات ولا نسبة لعجلة ما بعرف غاية توسم العجلات برضو علي ضلال أخوان مسلمون علي ضلال طريقة الإخوان المسلمين علي ضلال كلهم حسن بنى سيد قطب سيد حوي حوى كله علي ضلال دا بيجاء المؤتمر شعبي علي ضلال ترابي باطل ضال منهجه لا تقدم في الدنيا ما تزول أخو بشتاي بليد ما رقو من الحكم في رمضان شيطان ما فلاف ما رقو برار موفق ما رقو انتهى دنيا ما عنده زول دا دنيا تغتس دا الترابي دين لما في الدين كسروا وما بقدر لأن الله حافظ الدين إننا نحن نزلنا الذكر وإنا له لا حافظون يا جوج ما جوج ما في نزل عيسى عليه السلام ما في ما مسيح دجال ما في الصلاة يقول لك بعد الصلاة يسلموا سلام عليكم تب تسلم على منه يقول لك سلم على منه الرسول قال كذي وكان قال بعد الصلاة أدو بني ابن الدك بني هو قال سلموا بس بنسلم تاني الموضوع تاني في شنو أي شي مؤتمر شعبي علي ضلال أبو بكر عبد الرازق بتاع المناظرة كسر الآيات كلها طائفة طائفة بقراء كل بقراء كله وكله عليه ضلال كله منهج عليه ضلال كله منهج باطل بإجاي داي لإخوان المسلمين حزب الأمة داي لك جلابية جيب وراء وجيب قدام هاي داي انخش مسك البلد دي جيوب دي ما بتعرف البحث الفاشن دا خاتين لك جيبين منسي نبدأ باقي لك أنا بأمن والله خلي شغل الخيانة واللي ما ألمان بتاع دا القروش داي لبيخونه الدين ذاته عندهم راي ذاته الله يقول الميراث كده يقوله لا كده بس كده وإلى الله المشتكى وبلاوي كثيرة كرر يتحدث وإيوهموك الشباب داي لطبعا موهمين بالغنى الواحد تجيب له عشان نفتح لك فرصة لهيب الشوق ورحل الغمام وفي جواء نغم أووك يبكي داي لقوا الشغل هذي قام وجعبوا لون الصفقة هون صفقة بجيب لهو بلاوي وما جاي بخبر داك بيقول له لهيب الشوق وبيسرح بعيد بمروقة في الخرطوم بيجيبه بغادي في جبلوليا ببروقة بيجاي ودموعه سائلة هوك لهيب الشوق ذاته هاي يا زولة فهم والله بلل ساي بللين ساي ما فهمين شي كل لون هوا ساي دا بالصفقة داري غشو داك بالنوبة داري غشو دا بالمسيغة أنا المسلم تريريم تريريم بغشو نحنا لعننا صفقة إن شاء الله تستغيب طواف دي كلها علمانية شيوعية كلها على باطل فرصة إن شاء الله للحوار والنغاش أي زولة عنده نغاش إن شاء الله ولا اعتراض ولا كذي خوش ورينا الحاصل إن شاء الله وما تخاف الزولة المحترم جاوب الكلام معترم الرد عليه رد محترم ما فش الداري هتر إن شاء الله بيوري الحاصل باللسان بس ما فش فضلوا إن شاء الله أي زولة عنده اعتراض شكلكم ما عاجبنا قمزكم ما مطقم مع البنطلون في واحد جلابيتو كسيرة كذي الحاصل شنو ما فيه ولا نحن كويسين كويسين اي اي اتفضل شاب من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا أنا